اهلا بكم مشاهدينا الكرام واخر فقراتنا الحوارية معاكم في هذا الصباح محافظة البنك المركزي المصري طارق عامر اكد ان اجمال التدفقات النقدية الاجنبية اللي دخلت مصر منذ تعويم الجنيه وصلت لـ 80 مليار دولار وصف محافظة البنك المركزي ردود افعال قطاعات المال والاعمال الدولية على برنامج الاصلاح الاقتصاد المصري بانها كانت ايجابية وانه لمس ذلك خلال زيارته الاخيرة لواشنطن وان مصر اصبحت مقصدا للاستثمار في العالم بيرى خبراء عديدون ان الدولة المصرية فعلا نجحت في تطبيق الاصلاحات النقدية والمالية لازمة طبقت فقط الاصلاحات الهيكلية في المؤسسات والشركات حتى تكتمل منظومة الاصلاح الاقتصادي معنا النهاردة للحديث عن هذا الموضوع اكثر وتأثير هذا على الاقتصاد المصري دكتور احمد هارون الخبير الاقتصادي صباح الخير دكتور احمد يعني قبل ما نبدأ حوارنا عن تأثير التدفقات النقدية الاجنبية لدخلة مصر منذ تعويم الجنيه حتى الان وهي 80 مليار دولار خلينا نتابع مع السادة المشاهدين هذا التقرير ونرجع تلك 80 مليار دولار هو حجم التدفقات النقدية الاجنبية منذ بدء تعويم الجنيه المصرية في نوفمبر الماضي حسب ما اكد محافظ البنك المركزي طارق عامر ودع عامر القطع الخاص الى تحمل مسؤوليته الوطنية والاسهام بفعالية في تحقيق التنمية وزيادة معدلات الاستثمار مشيرا الى ان القطع الخاص يقوم بدور كبير في الدول الكبرى ويساهم في تحقيق الامن القومية واوضح محافظ البنك المركزية ان الحكومة قامت بدورها في فتح شرين الاقتصاد المصرية من خلال اتاحة الفرصة امام تدفقات النقدية الاجنبية الامر الذي ساعد على زيادة الاحتياطية من النقد الاجنبية واكد عامر ان المؤسسات المالية الدولية اثنت على اداء الاقتصاد المصرية مؤكدا ان ما تحقق للاقتصاد المصري من نجاحات كان معجزة بكل المقاييس الدولية وحضى باشادة الكثير من الهيئة والمؤسسات المالية وشدد محافظ البنك المركزية على ان مصر في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية اصبحت مقصد للاستثمارات الاجنبية ومؤسسات التمويل الدولية مشيرا الى ان ذلك ظهر وضحا خلال اجتماعات صندوق النقد الدولية كما اكد عامر ان هناك اهتمام من جانب الصناديق الاستثمارية التي وصل عددها الى 300 صندوق ابدو اهتمام بالاستثمار في مصر وذلك بعد مراقبتهم لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر وحقق نتائج مذهلة نرجع تاني مشاهدين الكرام نرحب الدكتور احمد هارون الخبير الاقتصادي اهلا بحضرت مراتي اهلا سهلا عليك شايف حجم التطفقات النقدية الاجنبية اللي دخلت مصر منذ تعويم الجنيه 80 مليار دولار عليك شايف الرقم ده ازاي خلينا ناخد الموضوع من اول للسطر ان تم تعويم من نوفمبر في العام الماضي يعني تقريبا سنة ولما تم التعويم يعني كلنا كان عندنا نوع من الخوف وقلنا ان هيكون ليه اثار ايجابية وايضا هيكون ليه بعض الاثار زي مسارة فاع الاسعار وزي فعلا ده حصل لكن الحقيقة هو عمل حكتين كويسين جدا على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارج على المستوى الداخلي ان لغى تماما تقريبا السوق السوداء حيث كان هناك فجوة كبيرة جدا بين سعر الدولار في المؤسسة المصرفية ونسعر الدولار في السوق السوداء فلما تم تعويم الجنيه اصبح هناك لا مبرر اطلاقا لوجود السوق السوداء وكل الودائع المصرية بالدولار تضفقت في اتجاه المؤسسة المصرفية ومشكلت العملة ديش هترجع تاني خالص لا لن تعود حتى لو عادت هتكون بهامش بسيط جدا الحقيقة ده حكتين مهمين جدا اولا دخل كل هذه الاموال داخل المؤسسة المصرفية فاتلغت السوق السوداء النقطة التانية انه بقى هناك عملة صعبة لدى المؤسسات المصرفية قادرة على تغطية احتياجات المستوردين وكان دائما المستوردين يشتكون من فكرة عدم وجود هذه الاموال يبقى اذا هو على المستوى الداخلي استطاع ان يجذب مبلغ ضخم جدا لان ربما في وقتها اتقال عشرين او اكثر مليار دولار من الداخل ودي نقطة مهمة جدا اما على المستوى الخارجي فنحسبها مع بعض كالاتي لو ان هناك مستثمر اجنبي معه مثلا مليون دولار ثم اراد ان يستثمره في مصر فهيدخل مصر بحوالي قبل التعويم بحوالي 8 مليون و8 من 10 مليار جنيه مصري كويس؟ فاذا اشتغل بالجني المصري واراد ان يحول المبلغ تاني الى العملة ربما يخسر رغبة تحقيقه لمكاسب اما الان المليار دولار هيدخل مصر بحوالي 17 ونص مليار فاصبح هناك تشجيع جدا لكل اصحاب العملات الاخرى سواء الاخوة في الخليج او حتى اوروبا ان العملة بتاعته اصبحت عادل قيمة هي الحقيقة قيمة عادلة فاصبح هناك تضافق للستثمارات اللي داخل مصر بس دا يستلزمه بقى يعني مناخ استثماري جاد من خلال القوانين والتشفيع دا عنوان اكثر من ممتاز ان الموضوع الحقيقة هي منظومة تحتاج الى جذب للستثمار ليس فقط فرق العملة الذي يدفع المستثمر الاجنبي الى دخول الدولة ولكن ايضا القوانين التي تنظم للستثمار وايضا كيف نتعامل مع المستثمر الاجنبي ما هي الضمانات والحوافز التي تقدم لهذا المستثمر الاجنبي وبالتالي يستطيع المستثمر ان يدخل والنقطة الاكتر من كده واكتر اهمية هي هل لدينا خريطة استثمار شاملة لكل قطاعات الانتاج في مصر وشاملة لكل المحافظات نستطيع ان نقدمها كتالوج هل فعلا لدينا هذه الخريطة؟ هذا سؤال جميل اولا المادة 45 من قانون الاستثمار الحالي رقم 72 لسنة 2017 واللي صدرت اللائحة بتاعته في اكتوبر الفادة نصت صراحة على اهمية وجود خريطة الاستثمار ما رأينا الاسبوع الماضي تحديدا ان وزارة الصناعة قدمت خريطة استثمار الصناعية يعني اكثر من رائعة تشمل حالي انا اذكر يعني 450 مشروع صناعي جيد وتغطي حوالي 8 محافظات المنتظر ايه بقى الوقت المنتظر ان وزارة الصناعة تقدم خريطة استثمار نوعية وجغرافية وزارة السياحة تقدم خريطة استثمار نوعية وجغرافية وكذلك وزارة السياحة وبالتالي تخرج وزارة الاستثمار المصرية بكتالوج او كتاب اسمه خريطة الاستثمار لمصر عام 2018 و19 و20 ويتم تغييره أو تغييره لموجود تغييره لا يجب علينا اطلاقا ان نراهن على ان المستثمر الاجنبي هيجي يفضل يدور داخل الدولة كيف ومتى واين يستثمر لماذا لنقدم له جايد كتالوج يستطيع من خلاله اتخاذ القرار بطريقة سهلة محافظة مارسة مطروع عندها اماكن سياحية بورسعية ويقدر يتعرف كمان على نوعية المشروعات على نوعية المشروعات على نوعية المشروعات والمميزات اللي الدولة هتقدمها ليه وبالتالي ده يعني ده اجراء جايد يجب دولة تكمل فيه طب ايه الاليات لتنفيذ اعداد خريطة استثمارية حقيقية هو يعني الشيء الوحيد الوحيد ليس له بديل اخر ان كل قطاع من قطاعات الدولة او كل وزارة من وزارات الدولة هي تقوم بدراسة ما لديها من حاجات يعني مميزة سواء كانت جغرافية او او نوعية بمعنى ان وزارة الزراعة على سبيل التحديد مثلا تستطيع ان نقول والله انا عندي في مرسى مطروح مساحة ممكن كذا في سينة عندي كذا في مثلا شمال مصر عندي كذا في الصعيد عندي مساحات كبيرة جدا كذا وهذه المساحات قابلة للزراعة عندي كمان مساحات يمكن انها انخصصة للانتاج الحيواني عندي مساحات يمكن انها انخصصة للزراع السمكي اذا وزارة الزراع هي تقدم هذا الخريطة بمعرفته ثم وزارة الصناعة تقدم ثم وزارة السياحة تقدم ثم وزارة الثروة المعدنية تقدم كل بي اكتمل بقى في تتلقق واحدة ثم وزارة الزراع تكون بتجميع هذه الخريطة لتصنع خريطة واحدة عشان يكون في حوافز كمان او تسهيلات الحوافز والضمانات بيضمنها هذا القانون يعني القانون الاخير ده هو اسم قانون الاستثمار انما اصل التسمية بتاعته قانون ضمانات وحوافز الاستثمار خلينا نتفق اتفاق نهائي لا خلاف عليه أنه لا يمكن لمستثمر أجنبي أن يدخل الاستثمار في مصر إلا إذا كان هناك خطوط عريضة واضحة أن هناك ضمانات لحماية استثماره داخل الدولة أو الحقيقة من الأمن والأمان عنصر الأمان مهمة فأحية من ناحية القانونية القانون فيه من ناحية القانونية القانون لا يجوز المصادرة لا يجوز فرض الحراسة لا يجوز تثبيت الأسعار عليه لا يجوز إلغاء الترخيص هذا بموجب القانون وأما الحوافز اللي بتقدم لي فهي حوافز كثيرة جدا مثلا أن أي مؤسس أو مساهم في الشركة الدولة بتغطيله إقامة المناطق ذات الطبيعة الخاصة زي محور قناة السويس أو المسلس الزهبي أو الاستثمار في سيناء أو الاستثمار في الصعيد وإماكن لها طبيعة خاصة الدولة يمكن أن تقرر أن تمنحه الأرض بتسهيلات طويلة جدا وربما تقدم له الأرض مجانا إذا كان المشروع يعني له طبيعة خاصة وبالتالي القانون نفسه ضمانات حسنا أيضا من ضمن الضمانات الجميلة جدا أنه إذا دخل فلوس يستطيع أن يعود بها مرة ثانية هذه الأموال والأرباح كمان المحققة وبالتالي القانون كويس والمنظومة المالية كويس يبقى بقى مش ناقصنا حاجة هذا لا ناقص هذا الموظف البسيط جدا الموجود خلف الشباك في كل المصالح الحكومية أن يستوعب أن كل هذه الإجراءات لنجزي مستثمر خارجي يتم من خلال الشباك الواحد سواء الشباك الواحد أو مفهوم وطبيعة وسلوك الموظف الذي يقف خلف الشباك لابد أن يكون لديه وعي وإدراف وثقافة وأهلات وبرامج تدريبية ويتعامل معه جين تلمان يعني لأنه جاي معاه فلوس ليستثمر في بلدك هتعامله بقى بطريقة مش كويسة أو أجريسف أو كده يعني هو في غنى عن وهذه نقطة أو لو لأ الجانب البيروقراطي موضوع الشباك الواحد هو الآن موضوع الشباك الواحد موجود في هذه الرسمار لكن أنا أتصور أن الشباك الواحد يجب أن يكون فيه كل المصالح الحكومية كلها خلاص؟ أن نستخدم النت بطريقة أرقى شوية ويصبح المواطن المصري سواء كان مستثمر من الداخل أو من الخارج يزب إلى هذا الشباك أنا بزا أرجو أذكر برضو على سبيل التحديد لأن دي حاجة كويسة الحاجة كويسة اللون عليها كويسة إن مارس المطروح عمل شباك واحد عنده في مارس المطروح وقال والله على المستثمر أن يأتي بأوراقه بمستنداته وبشهادة إيداع رأس المال ثم يقدمها للشباك الواحد ثم يمشي ثم يتصل به ورورة على الإجراءات بتاعتك انتهت أما بقى فكرة أن نعود مرة ثانية أن يأتي المستثمر من الخارج فنقوله روح الشارع العقاري والسجيل التجاري والتأسيس والغرفة التجارية والغرفة الصناعية والرخص والبيئة يعني محدش بيعمل كده قادمة التنفسية كمان في مجال الاستثمار كبيرة جدا في عدد من الدول أنها بتقدم حوافز كتير النهاردة مفيش كده على مثالها خلاص هو المستثمر الخارجي بيأتي يقدم أوراقه كاملة يعني حضرتك حط الأوراق المطلوبة كاملتك مطلوب منك عشر أوراق ثم يقدم الأوراق إلى موظف واحد وراء شباك واحد ثم يتم الاتصال بيت على المعاملة بتاعتك انتهت الحقيقة هي التنمية صناعية عامة حاجة برضو نذكرها بالخير إنها قالت إن أي مصنع يتقدم أنا هديه لرخص المدة سنة ثم يكمل إجراءات المتعلقة بيه وأنا أعتقد هذا كويس طب دكتور أحمد يعني في كثير من مؤسسات اقتصادية عالمية أشادت بالاقتصاد المصري وبرامج الإصلاح الاقتصادي من آليات مالية ونقدية رأي حدثك إيه؟ شوفي أنا لازم نوضح لحضرتك برضو نقطة مهمة جدا فيه مؤسسات رسمية زي صدوق النقد الدولي حاجة رسمية زي البنك الدولي دي حاجة رسمية زي نادي باريس دي حاجة رسمية دولة لا مجاملة معهم دولة ما بيجاملوش حد بالعكس هم جهة يعني متشددة متشددة جدا كويس؟ لنا معهم علاقات قديمة جدا وعلاقات نحن مثلا أعضاء ومساهمين في صندوق النقد ولنا علاقات بالبنك الدولي ولنا علاقات بنادي باريس وهؤلاء لن يتعاونوا معنا ولن يعطينا يعني القروض التي هي نعم نحن نستلمها الآن إلا إذا كنا بنسير بخطوات يعني جيدة وهناك منظمات يعني تعتمر غير رسمية زي فيتشي مثلا وستاندر أند بوينز وجوجين هذه المنظمات هي منظمات غير رسمية لكنها أرضا بتقوم بتحليل كل البيانات المالية عن الدولة فيه بقى جانب آخر لابد أن نهتم به هذا الكلام للمتخصصين يعني هذا الكلام كله للمتخصصين إنما ما يعنينا والنجاح الحقيقي لأي حكومة أن المواطن المصري البسيط يمكن أن يصبر سنة أو أخرى لكن بشرط أن يكون هناك أمام عينه وعد أن السلع والخدمات والأكل والشرب والسكن والتعليم والصحة تكون في متناول يدي لو حضرتك خيدي كل الجوائز من كل المنظمات الدولية ولازال المواطن المصري البسيط اللي هو أنا وحضرتك برضو جزء منه لازال يعاني في الأكل وفي اللبس وفي السكن وفي التعليم والصحة يبقى لسه برضو ما إيه ما لأن اقتصادنا الكثير مننا الذين هتكلمون أحوالا قبل حضرتك كان مبادرة لطرح الملابس الشتوية بالتقصيد أنا فكرة جميلة في هذا الاتجاه لكن أنا عايز أوضح لعبريتك نقطة مهمة جدا نحن لا يمكن أن نكون اقتصاد حر كلمة اقتصاد حر دي معناها التقاء العرض والطلب مع بعض احتكار مش احتكار زي ما يوصل أي نتيجة الحقيقة لأن عندنا نسبة نحن نعترف بها أن هناك نسبة من البطالة وهناك نسبة من الفقر وهناك نسبة من محدود الداخل هذه الجهات تحتاج مننا ما يسمى بالاقتصاد الاجتماعي وهذا الاقتصاد الاجتماعي موجود فيه كندا وموجود فيه فرنسا وموجود في السويد أنه يحمي الطبقات الفقيرة والطبقات محدودة الداخل من أن يتعرض لازمات إذن أنا أوافق أن ناخد من كل المؤسسات الدولية الرسمية وغير رسمية جوائز وشهادات أن نحن بنسير بخطة جميلة لكن دائما تكون أعيننا على رجل الشارع كيف نصل معه بعد شهر بعد شهرين بعد سنة لكن المهم أن نصل إلى هذا الهدف أن يكون الغذاء والمسكن والعلاج والتعليم والاحتياجات الأساسية في متناول لدي وفي حدود دخل نحن في النهاية نشكر الدكتور أحمد هارون الخبير الاقتصادي شكرا جزيلا حضرتك ومعهم مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من هذا الصباح غدا فريق عمل جديد وحلقة جديدة لكم منا جميعا كل التحية إلى اللقاء